السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي ومرحبا بكم في حلقة جديدة وفي اعلان جديد. هذه اخواني فرصة عمل سائقة حافلة في دولة فرنسا بدون ذقور وانات بوحد صالير اللي زوين بزاف الف وتمينمائة يورو اللي هي اه تمانية عشرين الف ومئتين وربعة وثلاثين درم ثمانية عشرين الف ومئتين وربعة وثلاثين درم. يعني رجية خدمه بتجوجل المليون ومية وربعة وستين الف وستمائة وثمانين. جوجل المليون ومية وربعة وستين الف وستمائة وتمانين. هذا هو الصالير اللي رجية خدمه به. في هاد الخدمة هدي اللي هي الخدمة الحاصة بالناس اللي عندهم بيرميل منصف الدي. اللي لا يخدموا كسائقين حافلات دولة فرنسا. الضغور والادي و بنات. اود زراري اه بدون ديبلوم يعني ما طالبينش الديبلوم في هاد الخدمة هدي بحث صالي اللي هو زوين بزافة. اذا اخواني اتبعوا معي هاد الفيديو هادا غاد نشرح لكم الوثائقة اللي خاصكم جمعوه والشروط المطلوبة والمميزات اللي يمطل فراف هذا العمل هادا. والطريقة دير ايسال الملف دلكم وكل شي بغيتو ايدفاع لهاد العمل هادا لاخر اجر باش تدفعو لهاد العمل لتسعود شهرسة الفين وثلاثة وعشرين. تسعود شهرسة الفين وثلاثة وعشرين. اذا اخواني غاد نبدو بالواجبات اشنو اللي عليك تدير في هاد العمل هادا اخواني غاد تقوم بهاد المجموعة ديال المهام كسائق حافلة في دولة فرنسا. اذا طالبين هنا خمسة عشر سائق خمسة عشر سائق في هاد العمل. اول شي تحقق من التذاكر علامة الحافلة او صرف عملية البيع قيادة الركاب وفقا لما صار لغادي له. ايمن المستندات الموجودة على السيارة بحال خارط الطريق بحال سيجيل بحال مثلا تحقق من حالة تشغيل السيارة والتنظيف ديالها. اتخاذ تدابير طريقة في حالة وقوع حادثة وتنبيه الدوائر المعنية. بالنسبة لمكان ديال العمل دولة فرنسا والعدد الوظائف لهم متاحة حاليا خمسة عشر سائق حافلة. اذا بالنسبة اخواني للدرجات العلمية هنا ديرين نو ديبلوم يعني بدون ديبلوم يعني بلا ما يكون لديك ديبلوم فلا هذا العمل هذا غدينشوفوا الشروط الإخرين. بالنسبة للجينس طالبين ضيقور وإناتة بالنسبة للعمر. اقل من خمسين سنة. بالنسبة للناس اللي عانهم قلب من خمسين عام يتفعلوا هذه العمل هذا. بالنسبة اخواني للغا تكون لديك اللغة الفرنسية جيدة يعني تكون لديك اللغة الفرنسية مزيانة باش تضر مع الناس اللي هما غاد يتخدم معهم فهذاك الحافلة بالنسبة اخواني للشروط اللي خاصة تكون عندك تكون عندك البتاقة في السائق المهني. من تسبب على الحيان الذين занимو msdاجسة عليهم في السائق المهني ولا يحتجاب ديبروم السائق لديه العمل أن يكون العمر تحت أقل من 50 سنة ويكون عندك الشرط الاهم جدا. يكون عندك السائق مهني و تكون عندك بطاقة سائق مهني و تكون قوي من 50 السنة. هذا الشرط الأهم لديك يعني الديسك يعني ديك الديسك ديال 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 شاحنة او ديال الحافلة وان تكون قادر على قراءة الخرائط ديال الطريقة يعني الجي بي اس وكل ديك مالفة جيدة بالانظمة ديال النقل الرقاب وكذلك طرف تستخدم معدات الملاحة بحل الرادار بحل في اش اي بحل جي بي اس وتكون تمكن من القواعد الامنية لمتالكات الشخصية واتقان تقنيات من النزاعات وادارتها لديك احساس بالعلاقات مع الزبناء اذا هم شروط اللي خاصة توفر فيه السائق اللي غادي يدفع لهذا العمل هذا والشروط اللي هم مهمة بزاف وهي تكون لديك البطاقة ديال السائق المهنية والعمار ديك يكون قل من خمسين سنة ويكون لديك البرمي من صيف دي البرمي من صيف دي بالنسبة اخواني للناس اللي غادي يدفعوا لهذا الامل هذا يعني سواء الضقور او اللاينات اه اخر اجل كيف قلت لكم اللي هو تسعود شرصة الفين وثلاثة وعشرين والخدمة غادي تبدوها اخواني في واحد وثلاثين شرصة بها الفين وثلاثة وعشرين وبمنسبة للعقد اللي غادي تدار في هذا العمل هذا وعقد عمل يعني كونترا دوترافاي اندي تيرمين يعني كونترا فيكس يعني غادي تمشي للخدمة ديالك مباشرة وهتفيكس بهات الصالير اللي هو الف وثمانية يورو شهريا كيف قلت لكم جوجة لمليون مية واربعة وستين فوستمية وتمانين ومية وستين الف وستمية وتمانين هذا شهريا غادي تأخذ هاد الصالير هذا بالنسبة اخواني لمميزات الاخرى اللي هي عجبتني فهذا العمله دا وهو غادي يوفر لكل نقل اللي غادي يديك من العمل حتى السكن ديالك وكezلك بفر لك السكن يعني الاقامة como السكن وكذلك التذكير دا الطائرة التذكير دا الطائرة اللي هي بتوفر لك فهذا العمله دا الحاجة الواحدة اللي ما مطفرت هو هي الواجب يعني الواجبات اللي هي الاكل الاكل اللي قادي تكلف به يعني ااي انت arm يعني تخلص الماكلة ديال. والنقل والاقامة والتشكير ديال الطائرة راه هي نتوفر لك في هذا العمل هذا. اذا بالنسبة للمعلومات اخواني هما هادو كيف قلت لكم اخر اجل باش تدفعوا لهذا العمل هو تسعود شرسة الفين وثلاثة وعشرين. وبقتلنا حاجة واحدة اخواني وهي طريقة كيفاش غادي نتفعوا لهذا العمل اللي هو خاص بهذا الشوافرية. اذا الطريقة اخواني راه بينا بزاك. بالنسبة اخواني للطريق قد تحاول انك توجد الوثائق الول و هي اسيرة الذاتية باللغة الفرنسية. اسيرة الذاتية باللغة الفرنسية و تكون اسيرة الذاتية بعقلها. ما تكونش اسيرة الذاتية يكون في هالاخطاء. حاول انك تاخد تدفيcia الذاتية. ديالة شخص اللي هو يعني يكتبالك مزيان بخط واضح و كذلك ما يكونش فيها خطا. ما يكونوش فيها اخطاء اميرائية. لان من السيرة ذاتية من ثم كيف يبدأ الشخص اللي هو غادي تخدم عنده من ثم ما غادي يعرفك انك انت شخص معقول وبغي يخدم اما إلا كانت عندك مثلا خبرة مزيانة وقد تصوق مزيان وعندك خبرة ديها 15 عم ولا 20 عم ولكن انت ما عندك شو حد السيرة الداتية اللي مزيانة ومكتوبة فيها بزاف ديها الأخطاء ومرونة شي لفوق شي لتحت الكتبه مشي يادك را من السيرة الداتية را قابلا كل شي من السيرة الداتية كيبان كل شي وخد تكون عندك الخبرة وخيكون عندك قبل من ال 50 عم وخيكو انك مزيانة را الشخص الذي تخدم عنده اول شي قبل ما يرى ان انت يعني يشوف السيرة الداتية ايضا السيرة الداتية تحاول انك تكتبها باللغة الفرنسية وتكتبها بطريقة مزيانة وكذلك بالنسبة لالناس اللي عندهم اي ديبلومات فهذا المجال للسياقة السياقة. في هذا المجال للسياقة يحاول انه ياخد ديبلوم ويضع الفوتوكوبي ويحطوه مع الواتائق وكذلك بالنسبة للنسي لديهم شهادة الخبرة. الناس اللي عندهم شهادة الخبرة معنوش الديبلوم. الناس اللي عندهم شهادة الخبرة ومعنوش الديبلوم يديروا هذيك شهادة الخبرة ياخدوها. بحل مثلا اه الى فيتخدمتي في شي شركة كاسائق حافلة. اولا مثلا خدمتي في شي اه في عند الشخص مثلا يحاول انه تمشي عنده يعطيك هذيك الخبرة اللي مثلا ديال عشر سنين تلت سنين اربع سنين ست سنين وتكون عندك هذيك الخبرة في وثيقة وحاول انك تاخد هذيك الوثيقة وديلها في الفوتوكوبي وحطوها مع هذي الوثائق اللي هي السيرة الذاتية والمعلومات ديالك الشخصية الاخرى اللي هي الفوتوكوبي ديال البرمي وكذلك يعني الوثيقة ديال joint البتاقة ديال السائق المهاني. اذا هذا اطلال معلومات اخواني تاخدو هذه المعلومات وديروها في واحد والانفلوب اطلال مباشرة الاقرب وكالة ديال الانابيك وحطوها ذلك الدوسي قبل تسعود شهر ستا الفين وثلات وعشرين. تسعود شهر ستا الفين وثلات وعشرين. وهذه المعلومات اخواني وهذا العرض من معلوماتasty بالمجرية ما أضendraهم واحد ما بطلتوا العني الصداف مع المعلومات هذه العمل أو اخربت لفنوصة العمل. اخوة اخواني اللي فيه السيرة الذاتية وفيها المعلومات ديالك فيها فين خدمتي وفيه ليستاج لدوستي. المعلومات كاملة اللي دي في السابي. حطهم في ذلك الدوسي ديالهم فوتوكوبية. حطهم في ذلك الدوسي ووضعهم مباشرة الوكالة الاقرب وكالة الانابيك اللي كان في المنطقة بالنسبة للناس اللي كان في البادية يدعوها الاقرب وكالة الانابيك اللي كان في المدينة اللي قريبة لهم دي الدوسي يضعوه في واحد الجوة ويديهم مباشرة الوكالة دي الانابيك قل لهم انا بغيت ندفع الخدمة دير الشيفور اللي كان في الدولة دي الفرنسا وهما غدي يشدون ذك الدوسي ذك ساعة غدي كلاسي انت غدي تأخذ هذه المعلومات كاملة لحطها عندهم وهذا الشي لديك اخواني بالنسبة لهذا العمل وهذا الفرصة العمل اللي هي كينا في دولة فرنسا اللي طالبين خمسة عشر سائقة ديال الحافلات بدون ديبلوم بصالير اللي هو الف وتمينمئة يورو يعني ثمانية عشرين الف ومئة ومئةين واربعة وثلاثين درمعيني بالريال يا جوج المليون ومية وربعة وستين الف وستمية وثمينة هذي فرصة اخواني بالنسبة لكم اخواني لهاد العمل هذا ما اختنموا هاد الفرصة هادية كنتمنى لكم التوفيق ما تنسوا الضتورة زر اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس باش تصروا بالجديد يلا دونك في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة